اشتركوا في القناة وصول الطلاب إلى المعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية وتعزيز تجربتهم التعليمية وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تعد تقدما مهما في تطوير البيئة التعليمية في الكلية ما يسهم في تحسين مستوى التعليم الفندقي ورفع كفاءة الطلاب مشيدة بدور كلية باتيل في تنمية الكفاءة الوطنية في قطاع الضيافة مشيرة إلى أن الكلية تعد بوابة لتهيئة الطلاب للانخراط في القطاع على المستويين المحلي والعالمي منوهة بالدور البارز الذي يلعبه خريجو كليد باتيل كسفراء للضيافة البحرينية في مختلف إنحاء العالم مشددة على أهمية مواصلة هذا الزخم التعليمي والمهني لتحقيق تطلعات المملكة في قطاع الضيافة ما يتماشى مع الاستراتيجية السياحية 2022-2026 وجهة تعليمية رائدة لشباب الطموحين الذين يتطلعون لبناء مستقبل مشرق في عالم الضيافة وسياحة كلية باتيل للضيافة سمعة عريقة وبرامج أكاديمية مبتكرة تجمع بين النظرية والتطبيق مما يمنح خريجيها الكفاءات والمهارات اللازمة للنجاح في هذا القطاع الحيوي هذا وتعد كلية باتيل للضيافة أحد المشروعات المتميزة التي من خلال دورها الحيوي جعلت من المملكة على الخارطة العالمية في المجال السياحي والفندقي نظرا لما تشكله من أرضية خصبة لتدريب الكوادر الوطنية في مجال الفندقة والسياحة حتى أصبحت اليوم ذات كفاءة دولية عالية ولكون قطاع الضيافة أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والمؤثرة في مملكة البحرين تسعى كليا تفتل لتنمية وتطوير الكفاءة الوطنية للانخراط في مسارات هذا القطاع الحيوي على المستويين المحلي والعالمي وتأهيل طلبتها لمستقبل مليء بالفرص لدعم التنمية السياحية وتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتشكل كليا تفتل للضيافة من خلال تحقيق استراتيجية البحرين 2022-2026 ركيزة أساسية لتطوير قطاع السياحة والفندقة وتحقيق الأهداف المرجوة في تنويع مصادر الدخل فضلا عن كونها أحدى ثمار الشراكة الراسخة مع مجموعة باتل الفرنسية للضيافة